يمشي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحيدا في شوارع البلاد لا أحد يوقفه فهو الحاكم الذي عمر لأكثر من عشرين عاما ما بين رئيس ورئيس لوزراء روسيا ويسعى اليوم لأن يصبح رئيسا للأبد أو على الأقل حتى عام 2036 حين تأخذ الشيخ خامة تريد من الزعيم الأوحاد للكريملين البالغ من العمر الآن 67 عاما ليس ثمة روسيا من دون بوتين هكذا ينادي السياسيون وأطلع الحكم المؤيد للزاعم الروسي الذي حمله حكم الفرد الواحد المرسخ لسنوات طويلة في البلاد لأن لا يوجد له بديلا ليختار وعلى حين غرة من المعارضة الروسية فكرة التمديد وتعديل الدستور التي طرحها في كانون 2 يناير الماضي ووفق عليها مجلس الدوم الروسي فورا لتصبح سارية دون حاجة للاستفتاء الذي دفع إليه ربما كبرياء الرئيس الروسي ليؤكد لنفسه محبة شعبية ربما توجد لكن ليس كما يحلم الزعيم جاءت كورونا فأجلت الاستفتاء الذي كان مزمعا عقده في 22 نيسان أبريل الماضي ورغم أن الأرقام في روسيا لا تنخفض بالنسبة لعدد الإصابات وتزيد فيها أعداد الوفيات إلا أن بوتين لم يعد يطيق صبرا على تأكيد تربعه على عرش روسيا للأبد فقرر أن تنطلق عملية الاستفتاء السورية في 25 حزيران يونيو الحالي مسبقا إياها على الموعد المحدد في الأول من تموز يوليو القادم بذريعة حماية القادمين طوعا أو كراهية للاستفتاء من الوباء القتل يبدأ الاستفتاء المستعجل ويسبقه بيوم واحد عرض عسكري ضخم للقوات الروسية في ذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية التي رسخت لدولة روسيا السوفيتية التي يعيش بوتين على أمجادها ويسعى بكل ما يملك لإعادة شيء منها ليس في اتحاد سوفيتي آخر على طبيعة الحال بل يحول جهوده إلى دول أخرى فيستند في سوريا على ديكتاتورها أسد أخذا بيده لقتل السوريين متملكا أمر البلد التي تمنحه أرضا جديدة يرسم في خيالائها انتصارا واحتلالا يملأ بها عين مؤيديه ويسد أفواه معارضيه لينتقل بمرتزقته إلى ليبيا مستغلا ما يحصل فيها من فوضى الحرب والسلاح وليقاتل بها لأجل أحلامه الإمبراطورية لا شيء يقف بوتين عن أحلامه فحتى المعارضة الروسية لم تسلم من قبضته الحديدية حين خرج ألاف المتظاهرين ضد استئفاره بالحكم ليقابلهم بالقمع والاعتقال الذي أصبح منهجا لزعيم الكريملين يمارسه أينما وطأ وحلى واحتل